السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في حلقة جدا من حلقتنا النهاردة هنتعلم ازاي نقدر نفتح الموبايل لو نسينا النقش او الباسورد بطريقة سهلة وبسيطة جدا 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 ولو نسيت النمط او كلمة المرور او الباسورد الطريقة دي نكحة جدا 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 زي ما احنا شايفين كده هنبدأ ندخل النقش هيبدأ يقولي النقش خاطئ او كلمة المرور خاطئة زي ما احنا شايفين كده هنحل المشكلة دي ازاي تابع معانا الشرق ولكن قبل ما نبدأ الحلقة فضلا وليس امرا برجاع الشرق في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصل كل ما هو جديد وحصري وما تنساش اللايك لكي تدعم الفيديو اكيد رأيك في خانة الكومنتات يهمني جدا 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 ولكن قبل ما نبدأ الخطوات ياريت تدخل الاربع نقشات دول لازم تدخلهم قبل ما نعمل اضطراب تاعتنا ممكن نقشة منهم تنفع معاك لو النقشة ما نفعتش هنخش نعمل الطريقة بتاعتنا بالشكل ده هنبدأ ندخل النقش او الباسورد الاربع خمس نقشات اللي احنا دخلناهم دول هيبدأ يقول لي مسلا النقش خاطئ او ما فيش ولا نقشة قبلة تفتح الموبايل هنبدأ نخش على حاجة اسمها مكالمة الطارق او الاتصال بالطارق هنبدأ نلاقي القايمة دي ظهرت معنا هنبدأ نكتب الكود ده اما حاجة تكتب الكود ورايا بشكل صحيح وما تكتبش رقم قبل رقم ولا رقم بعد رقم هنضغط على شباك واحد زيرو زيرو وهنبدأ نضغط على نجمة بالشكل ده كده اما حاجة تكتب الكود ورايا بشكل صحيح اربعة اربعة وبعد ما هنكتب الكود وهنخلصه هتبدأ تعمل رستارت الجهاز هيبدأ الموبايل يفتح معاك عادي جدا وجرب الطريقة دي مع اصدقائك ومع اصحابك طريقة نكحة جدا 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 وطريقة مجربة وطريقة ممتازة وسهلة وبدون فورمات او روت هنبدأ نضغط على شباك مية نجمة اربعة اربعة واحد سبعة تلاتة ستة بالشكل قدامنا ده اهم حاجة تكتب الكود ورايا بشكل صحيح اربعة سبعة واحد ويا ريت نشار الفيديو ده لكل اصدقائنا والكل اصحابنا علشان الكل يستفيد وعلشان نقدر نفيد اكبر عدد ممكن لان في ناس كتير جدا بتحتاج تفتح الموبايل علشان ممكن ينسوا النقش او الباسورد الطريقة دي طريقة ممتازة جدا 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 تلاتة خمسة ستة زي ما احنا شايفين كده واحد سبعة ستة واحب اكد ان بعض الاحيان الكود ده بيشتغل من تاني مرة لما يكون نوع الموبايل قديم شوية الكود ده ممكن يشتغل من تاني مرة ونادرا لما يشتغل من تالت مرة لما يكون نوع الموبايل قديم خالص لو معاك نوع موبايل حديث حضرتك تكتبه بيبدأ الموبايل يفتح معاك من اول مرة عادي جدا بدون فورمات او ورود وبدون فقد اي صور او اي فيديوهات ستة زي ما احنا شايفين كده تسعة اربعة اتنين ستة سبعة واحد ولو اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان ونصلك كل ما هو جديد وحصري وبالمناسبة لو نوع الموبايل بتاعك سامسونج هسيب لك اكواد لموبايل سامسونج او موبايل ريلمي في صندوق الوصف خش وشوف الفيديوهات اللي هتناسب نوع موبايلك خش وشوف ها لاني الكود ده احب اكد انه لبعض انواع الموبايلات مش لكل الموبايلات جرب الكود ده ما نفعش خش على صندوق الوصف شوف نوع الموبايل بتاع حضرتك هتلاقي الفيديو الخاص بنوع موبايلك موجود في صندوق الوصف تسعة خمسة وهنبدأ نضغط على شباك ونبدأ نعمل اعادة تشغيل للموبايل مش اقاف تشغيل البدء من جديد او اقاف تشغيل هيبدأ الموبايل يراستر معنا ويبدأ الموبايل يفتح عادي جدا لو الكود ده ما نسيبش نوع موبايل بتاع حضرتك حضرتك سيب لي نوع موبايلك في خانة الكومنتات تحت وانا في اقرب وقت ممكن هعمل عنه فيديو او هسيب لك الكود الخاص في صندوق الوصف سلام